السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله في مباراة الزهاب احرز بيرستاو هدفين ومحمد شريف وطاهر محمد تقاسم الهدفين الاخرين استحوز لعبة النادي الاهلي على احسن لعبة في الجولة في التشكيلة المثالية للكاف تواجد محمد الشناوي وعلي معلول وايمن اشرف ومحمد هاني وقاليو دينج وحسين الشحاط وطاهر محمد طاهر وبرستاو واحمد عبدالقادر خلط القائمة فقط من اتنين لعبة من النادي الاهلي استحواز تام للعبة النادي الاهلي في مباراة الزهاب في التشكيلة المثالية التشكيلة المتوقعة للنادي الاهلي في مباراة العودة اللي هيعتمد عليها بيتسو موسيماني من المتوقع بيتسو موسيماني ان يعتمد في محمد الشناوي في حراسة المرمى أمامه محمد هاني ويسر ابراهيم وايمن اشرف وعلي معلول دور الرباعي الخلفي في خط الوسطى هيعود عمرو السلية وقاليو دينج وطاهر محمد طاهر وحسين الشحاط واحمد عبدالقادر وفي الهجوم بيرستاو دي التشكيلة المتوقعة لبيتسو موسيماني في مباراة العودة المباراة مرة أخرى الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة المباراة مزاعة على قنوات بينسبورت المشفرة المباراة في الجزائر مباراة العودة مباراة هامة جدا كل التوفيق للنادي الاهلي والفوز ان شاء الله بتمنى من كل جمهور النادي الاهلي الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته